اشتركوا في القناة جعله ستيريو فيشتغل بعدد قنوات وستيريو بمعنى قناتين للمسار الواحد وهذا قد يهم في صناعة الافلام بحيث ان ما يشتغل على الاجهزة السمعية في جهة اليمين يختلف عن ما يشتغل في الاجهزة السمعية على جهة اليسار وفرضا الان نسجل مسار صوتي نسجل مسار صوتي نلاحب تم تسجيله بناء على كونه ستيريو بسبب انه اعدادات اجهزة الصوت داخل اوديسيتي حاليا بامكاني ان اجعل هذا مونو عن طريق الضغط على اوديو تراك هني ومن ثم سبليت ستيريو تو مونو واحدة في واحد منهم ولكن لو انا سجلت الصوت واعدادات الصوت عندي كانت مونو وتسجل لي فقط قناة واحدة في المسار بهذه الطريقة وانا ابغى يصير ستيريو بحيث اني اقدر اعدل على كل قناة لواحدها واسوي تأثير سمعي من اليمين اليسار والعاكس فاضغط على ادت ومن ثم تابلي كيت الان صار عندي تراكين بنفس المحتوى انا اخلي واحد يصير منهم قناة يمين رايت شانل والثاني قناة يسار نفت شانل والان اختار الفوق هني واضغط على ميك ستيريو تراك خلاص صار الان عندي ستيريو المسار صوتي اقدر اعدل على هذا وعدل على هذا بحيث ان القناة اليمين تختلف عن القناة اليسار هذا نكون تهنة من هذا الاثراء الاضافي ويضع وإلى اللقاء